اشتركوا في القناة افريقيا تصبح المركز الجديد لتوسع تنظيم الدولة الإسلامية الاندبندنت اونلاين محادثات تطبيع بين السعودية وإسرائيل تتعطل بعد لقاءات سرية البصائر لماذا هذا الظلم والعداء يا هيئة العلماء عين على الصحارة أهلا بكم نقرأ في التايمز افريقيا تصبح المركز الجديد لتوسع تنظيم الدولة الإسلامية افريقيا تصبح المركز الجديد لتوسع تنظيم الدولة الإسلامية ويقول الصحفي إن النشاط تنظيم الدولة الإسلامية يتزايد في قارة أفريقيا في الوقت الذي يتخطى فيه خطر المتشددين اليمينيين في أوروبا خطر الجهاديين معتبرا أن ما شهده العالم الجاري رغم تراجع خطر الإرهاب العالمي وعدد الحياة إلى أقل من 20% مقارنة بالأعوام السابقة إلا أن قارة أفريقيا على وجه الخصوص شهدت تناميا في العنف الجهادي المرتبط بالتنظيم الدولة الإسلامية ونقرأ في جريدة الغارديان البريطانية بايدن سيحظى بالرئاسة لكن الجمهوريين سيسيطرون على السلطة نشرت صحيفة الغارديان مقالا لأستاذي التاريخ في جامعة أوكسفورد آدم توز بعنوان بايدن سيحظى بالرئاسة لكن الجمهوريين سيسيطرون على السلطة ويقول توز إن جهود الرئيس دونالد ترونب في تغيير نتائج الانتخابات الأخيرة يبدو أنها وصلت لنهايتها واكتملت إهانته لنفسه في العالم الحر مضيفا أن المعركة مستمرة بالنسبة لأتباعه ورفقه في الحزب الجمهوري الذين حظوا ببعض الفرح ويضيف لا ينبغي أن يصرف كل ذلك أنظارنا بعيدا عن الحقيقة الواضحة وهي أن بايدن نجح بالفعل في اقتناص الرئاسة لكن الانتخابات نفسها أوضحت فشل الديمقراطيين في الحصول على الأغلبية في الكونغرس التي يحتاجها الرئيس لوضع حد لسيطرة الجمهوريين وفي الانديبندنت أونلاين محادثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل تتعطل بعد لقاءات سرية نشرت صحيفة الانديبندنت أونلاين تقريرا لفريق من مراسل القسم الخارجي بعنوان تقارير محادثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل تتعطل بعد لقاءات سرية يقول التقرير أن جهود بنيامين نتنياهو ومايك بومبيو لتجشين محادثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل خلال زيارة سرية مفترضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي للمملكة قد فشلت حسب تقارير صحفية ويضيف أن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي قد أنكر من الأساس وقوع الزيارة عبر حسابه على موقع تويتر لكن صحفاً وسائل إعلام إسرائيلية قالت نقلاً عن مصدر لم تسمه وعن بيانات موقع فلايت رادر لتتبع رحلات الطيران إن نتنياه ورئيس جهاز الاستخبارات يوسي كوهين قد سافر بطائرة تجارية إلى مدينة يوم السعودية لمقابلة ولي العهد محمد بن سلمان ومايك بومبيو الذي كان يقوم بزيارة للمملكة وقتها ونقرأ في فورين أفيريز نشوب حرب بين القوى العظمى أمر غير مستبعد حذر عالم سياسة أمريكي من احتمال نشوب حرب بين القوى العظمى في العالم ذلك أن الظروف الحالية تجعل ذلك أمراً ممكناً وقال أستاذ الشؤون الدولية بجامعة تيكساس إه أند إم كريستوفر لين إن عدم الاندلاع مثل ذلك النزاع منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 45-900-1000 ملفت للنظر لكن ذلك لا يعني على أي حال أن وقوع سراعات من تلك الشاكلة أمر مستبعد وأضاف أنه رغم محاولات السياسيين والأكاديمين إن استبعاد نشوب حرب بين القوى العظمى لما تمثله من تهديد حقيقي فإن الظروف التي تجعلها ممكنة الحدوث ما تزال قائمة ونجد في الأوبسيرفر مخاوف من حرب طويلة ومريرة في إثيوبيا نشرت صحيفة الأوبسيرفر تقريراً لجيسون بيرك بعنوان تقرير سري للأمم المتحدة يكشف مخاوف من حرب طويلة ومريرة في إثيوبيا ويقول الكاتب إن تقريراً سرياً للأمم المتحدة كشف أن القوات الوطنية لإثيوبية تواجه مقاومة شديدة وتواجه حرب استنزاف مطولة في المنطقة الشمالية من تيجراء ويضيف أنه على الرغم من أن المسؤولين في العاصمة أديسا بيبا زعموا مراراً وتكراراً أنه تم تأمين المدن الرئيسية فإن القوات شبه العسكرية والميليشيات التي نشرها الجيش لا تزال تكافح لتطهير وتأمين الأراضي ونقرأ في نيويورك تايمز كاراباخ نهاية سريعة لحرم خطيرة قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناجورني كاراباخ نجح في إسكاة المدافع ووقف الطائرات المسيرة لكنه لم يؤدي إلى حل دائم للنزاع المتجذر بين أرمينيا وأذربيجان حول الإقليم والذي تم تحديثه بسبب تغيير ميزان القوى وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن مشهد منازل الأرمن الفارين من الإقليم المحترقة تعد بأن الصراع سيندلع مرة أخرى إذ يقول منطق الصراعات التي تمس السرديات الدينية والثقافية الأساسية إن كل اندلاع للعنف يضيف طبقة أخرى من المظالم المميتة مما يجعل فرص التوصل لسلام دائم أكثر صعوبة ورصدنا في القدس العربي اللقاح التركي لكورونا وصل مرحلة متقدمة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اللقاح المحلي لفيروس كورونا وصل مرحلة متقدمة مشيرا إلى أن بلاده ستقدمه للبشرية جمعا وأفد أردوغان بأن لقاح كورونا المحلي بلغ مرحلة متقدمة مشيرا أن بلاده تهدف لجعله متاحا للاستخدام في أفريل المقبل على أبعد تقدير وأوضح أن تركيا تتابع عن كثب جميع اللقاحات المطورة في الصين وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا في إشارة إلى المشاريع التي وصلت مرحلة التطبيق ونقرأ في صحافة الجزائرية تتاحية تجاردة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للدكتور عبد الرزاق قسوم يقول فيه لماذا هذا الظلم والعداء يا هيئة العلماء وقال قسوم حيرنا والله أمركم يا هيئة كبار العلماء في بلد الحرمين الشريفين موطن خير الأنبياء ومما زاد في حيرتنا وصفكم لأنفسكم بكبار العلماء وهو وصف لا نجد له سندا في تراثنا القديم ولا حكما في منزل التحكيم فهل صفة الكبر هنا تحيل إلى قدم السنين والأعوام أم إلى التضلع في الفقه والأحكام وأي كان التعليل فإن الحكم الصادر من هيئتكم بخصوص جماعة الإخوان المسلمين ووصفهم بمجموعة الإرهابيين هو حكم يحمل عوامل تناقضه فيه واستطرد في حديثه قائلا ألا يعود الفضل لملوك وأمراء السعودية في تبني دعوة الإخوان المسلمين وبمباركة من العلماء والدعاة يوم كانت هيئتهم علمية حقا تتسم بالاعتدال والتسامع فما الذي تغير اليوم ولماذا عدل كبار العلماء عما كان يقوم به شيخهم وآساطين فكرهم السلفيين بالأمس وأضاث إن تعجب فاعجب لبيان هيئة العلماء الذي أفرح الصهاينة الأعداء الألداء فهللوا له وبشروا به وأغضب الأشقاء العلماء في كل الأرجاء فغضبوا منه وننددوا به ونقرأ في موقع الإذاعة الجزائرية رصدنا تصريحا لمدير التطوير التكنولوجي الجزائر لا تمتلك مخابر لإيجاد لقاح كورونا قال مدير التطوير التكنولوجي والابتكار إن الجزائر لا تملك مخابر حيوية وبيو أمنية من درجة بي أربعة لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا وكشف هشام سفيان صلواتشي في تصريح للإذاعة الجزائرية أنه قد كانت هناك مبادرات من قبل باحثين جزائريين لصنع أجهزة كشف عن فيروس كورونا مضيفا إن الكفاءة البشرية موجودة في الجزائر لكن ما يجب تداركه هو توفير البيئة النظامية التي تسمح لهم بوضع كل منتجاتهم في السوق وفي الشرق أولاين نجد ماكرون يتلقى المزيد من انتقادات السياسيين الجزائريين وقال كاتب المقال تتوالك الانتقادات الموجهة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قبل السياسيين الجزائريين في أعقاب التصريحات الأخيرة التي أدل بها في حوار لمجلة جوند أفريك وجاء الدور هذه المرة على رئيس حركة المجتمع السلم وبعض النشطين السياسيين في الجزائر ويعتبر أقوى تصريح وجه وجهها لماكرون هو ذلك الذي صدر عن الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية المجاهدين محند وعمر بلحاج الذي دع الساسة في فرنسا إلى التعامل مع الجزائر كند وليس كدولة تابعة ورهن إرساء تعاون بين الجزائر وباريس بتراجع الأخيرة عن مواقفها المشهونة بالعقدة الاستعمارية والتراجع عن قانون 23 فبري 2005 الذي يمجد الممارسات الاستعمارية الفرنسية في مستعماراتها السابقة وفي جريدة اللقاء نجد تصريحا لوزير المالية لن نتخلى عن الفئات الهشة ومبادئنا مستمدة من الدستور قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن إن الحكومة لن تتخلى عن دعم الفئات الهشة مستقبلا وإن مبادئ الدعم هذه منبثقة من الدستور الجزائري وأكد بن عبد الرحمن خلال مشاركته في أشغال المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية أنه مع تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا يتعين على الدول المضاعفة دورهم الاقتصادي والاجتماعي قصد تعبئة الوسائل الكفلة لإقفال السنة المالية الحالية وبالإضافة إلى تحضير شروط الإنعاش الاقتصادي على المدين القصير والمتوسط للخروج من الأزمة قال الوزير إن الحكومة الجزائرية تسعى إلى إيجاد حلول الناجعة لتخفيف آثار هذه الأزمة قصد التوجه إلى مسار التنمية الاقتصادية المستدامة مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في برنامج عين على الصحافة موضوع نقاش لحلقة اليوم حول قانون المالية 2021 آخر التصريحات والأراء ومدى نجاعة هذا القانون بالنظر لما تعرفه الجزائر من واقع اقتصادي متقلب وفي ظل جائحة كورونا التي انتشرت وكان لها أثر كبير على الاقتصاد الجزائري لمزيد من المعلومات وكذا الأراء حول هذا القانون قانون المالية 2021 الذي صادق عليه المجلس سعب الوطني الأسبوع الماضي أسعد بلقاء الزميل الصحفي إسلام رخيلة مرحبا بك إسلام مرحبا بني أسين شرفتنا اليوم شرفت لي طيب نقاشنا اليوم أساد إسلام حول قانون المالية الجديد وآخر الإضافات التي أدرجت ضمن هذا القانون وصادق عليها المجلس سعب الوطني الأسبوع الماضي كيف ترون وما هي قراءتكم الأولية لقانون المالية وأهم البنود التي برزت في هذه النسخة عكس ممكن النسخة التي عرفتها الجزائر في السنوات القليلة الماضية طبعا يسين قوانين المالية عبر العالم تبنى على خطط استشرافية واستراتيجية شاملة وتحديد الليجان التي تقدر تدير لك قانون مالية يبني تطلعات الدولة في العالم نشوف في دول كثير هذه السنة تغيرت الرؤية الاستراتيجية في قوانين المالية ولات وفق أولويات اللي منها ميزانية الصحة ارتفعت ميزانية اقتصاد ارتفعت هذا العالم مبني فرض التروحة للأزمة الصحية لهذا السنة فرض التروحة على تغيير النظرة الاستراتيجية الشاملة لقوانين المالية في العالم في الجزائر لا في الجزائر ما عندنا لا نظرة استرافية لا نظرة استراتيجية لا نية في إيجاد حلول نفس الممارسات في قوانين المالية السابقة نفسها في هذه السنة أرقام متنوعات طبعا أكثر منها القوانين المالية وضعت عندها نظرة سياسية أكثر منها إنعاش اقتصادي نعم فيما يتعلق أستاذ إسلام في قانون المالية مباشرة أول شيء يشد انتباهك أنه اعتماد كلية على عائدات أو ريع البترول والغاز إلى متى هذه الخطط في حين أنه كنا نصبع قبل سنوات خاصة اهتمام الشعب الجزائري بقانون المالية وبأهم البنود التي كانت تدرج ضمن هذا القانون أنه بعد بداية أو نهاية فترة البحبوحة سنوات 2014-15-16 أصبح المواطن يهتم أكثر بقانون مالية وتفاصيله اللي أصبحت تمس جيب المواطن مباشرة ها نحن الآن نشاهد مرة أخرى اعتماد كلي على عائدات البترول إلى متى هذا الاعتماد على الريع فقط؟ قبل أن نجاوبك ياسين نشوف تصريح الوزير المالية عيمان عبد الرحمن اللي أكد أنه العجز التجاري هذه السنة سيكون 17.6 العجزة فالله سيخافف إلى 14 خلال ثلاث سنوات ولكن في بعض الخبارات الاقتصاديين يقول لك باللي العجز راه ويفوق الثلاثين وخمسة وثلاثين طبعا هي هذه مجرد أرقام اللي يتمدها الحكومة وما خوفية أعظم الخبارات والتقنيين هم اللي يقدر يقدر لك نسبة العجز ممكن سمعت تصريحات تقنية خبارات المالية قال لك تتجاوز ثلاثين في المئة يعني ومعقولة لأنه اقتصاد مبني على البيترول اقتصاد صاديراته أكثر من خمسة وثلاثين بالمئة البيترول ما عندوش نية انعاش اقتصادي ما شفناش في قانون المالية هذا الجديد ما شفناش دعم الاستثمار ما شفناش إحصاء الأثرية الضاربة على الأثرية ما شفناش تحسين المناخ الاستثماري في البلد نعم لأنه لو قمنا بقراءة للميزانية التي رصدت لمختلف القطاعات هل أنت راضي نوعا مع لهذا التقسيم خاصة مثلا في قطاعات حساسة كقطاع مثلا الصناعة الاستثمار مثلا قطاع مثلا البيئة قطاع السياحة قطاع الفلاحة هذه القطاعات تتغنى الدولة أو الحكومة بأنها ستنتهجها ولكن عندما تنظر إلى الميزانية التي رصدت لهذه القطاعات لا تجدها تفي وتلبل الغرض الواقع شيء وش قدمت الحكومة شيء آخر كنجوف شوفوا قواني المالياتي 2019 و2020 والآن ندخل ونشوفوا قانون المالياتي 2021 نعطيك مثال في الصحة ميزانية الصحة كنا ننتظر أنه في 2021 أنه تكون ميزانية الصحة مرتفعة كثيرا بما أنه العالم يشهد أزمة صحية كبيرة ممكن تدوم سنة أو سنتين أو أقل هذه الجائحة قبل ما تتواصل هذه الجائحة عرت وكشفت الضعف الذي تعانيه البنية التحتية أو البنية التحتية في القطاع الصحي في الجزيرة بصفة عامة بصفة عامة نعم ياسين قلنا في الميزانية نشوفوا في 2019 كانت 419 مليار أو 2020 ربعمية وثمانية مليار دينار في سنة 2021 تتخصص نفس الميزانية 410 بزيادة مليار أو مليارين دينار جزائري هل هذا معقول؟ طبعا يبقى هناك قلنا توزيع الميزانية يبقى ما سياسي أكثر منه إنعاش اقتصادي ورؤياس إصلاحية إصلاح اقتصادي 100% نعم ولو نظرنا أيضا من زاوية أخرى للقانون المالية الجديد أن نوسع دائرة الجباية والضرائب لممكن التي تحججت بها الحكومة وقال بأنها لن تمس بجيب المواطن والحفار على التحويلات الاجتماعية التي تقدمك مساعدات وغير ذلك بالإضافة إلى الدعم للموجه لبعض المنتجات كالزيت والسكر مثلا والقمح وغيرها بعض المواد الواسعة للاستهلاك وليستفيد منها الفقير والغني نلاحظ يا أستاذ الإسلام أن هذه الضرائب التي تم توسيحها وتم ممكن الزيادة في كثير منها ألا ترى بأنها ستمس جيب المواطن بصفة غير مباشرة نعم سأجيبك القانون المالية في الجزائر وضعها بناء على متغيرين متغيرين هذون مناش حينما يتحكموا فيه يتحكم فيهم العالم المتغير الأول هو أسعار البترول ونرى فيها تذبذب أسعار البترول اللي احنا بنناها على 40 دولار ومعلى بأنه مستقبل أن يزيد ولا ينقص كل شيء مربوط بالسوق العالمي نعم المتغير الثاني استمرار جائحة كورونا احنا ما عندنا متغيرين مناش متحكمين فيهم الآن الجزائر تواجه أخطار في تدعية قانون المالية 2021 اللي ممكن ينتج عنها ارتباك الجبهة الاجتماعية نتيجة فرض ضرائب جديدة على المواطنين والارتباك الثاني ممكن تتجه الاستدانة الخارجية وهذا أمر خطير جدا الاستدانة الخارجية سلاح ذو حدين طبعا وتصبح أنت في قبضة البنق الخارجية والدول التي ستحتم عليك ربما إجراءات كثيرة وتفرض عليك الكثير من النقاط اللي لا تخدم مصالحك وتتحكم فيك حتى سياسيا وفي سياستك الخارجية طبعا وهذا ما لا نريد ذهب إليه بالإضافة إلى النقطة الثانية اللي هي ممكن ذهب إلى بيق أوسير الإسدانة الداخلية من البرك المركزي ما يجعل قيمة الدنار ستتهاوى وتنخفض إلى أكثر مما هو عليه الآن لأنه الآن الدنار الجزائري تراجعت القيمة انتاعه كثيرا مقابل الدولار والعملات العالمية كاليورو مثلا روح الأستاذ الإسلامي لأنه نحن هنا في عيننا على الصحة فلنحاول دائما وضع نقاط أو وضع للخروج والوصول إلى حلول مختصرة التي ربما ستجد فيه من الأيام قاعدة معينة لإيجاد هذه الحلول من بين مثل حلول التي كان ينبغي أن تكون في قانون المالية 2021 سأتكلم وفق منطق علوم المالية لن تكون هناك إنعاش اقتصادي في ظل عدم إحلال الجباية العادية بالجباية البترولية هذه النقطة الأولى اللي لازم نركز عليها وهذه الجباية العادية بالجباية البترولية لازم تكون إصلاحات كبيرة في قطاع المالية ونتجهل الرقمانة الرقمانة شي ضروري جدا الحاجة الثانية اللي لازم نهضر عليها هي مراجعة النظام الجبائي الحاجة الثالثة اللي نقدره ثاني ممكن ثاني عاجوها اعتماد قواعد جديدة لحوكمة موازنة وممكن آخر عنصر اللي نقدر نضيفه هو تحديث النظام البنكي هذه النقاط اللي ممكن يديره إنعاش في الاقتصاد وتهيئة بيئة استثمارية وممكن تكون عائدات مرتفعة من شي كما ليران الواضع اللي نعيش فيه الآن اللي مبنيه كما قلت لك دائما نبقى نعود لك فيها لأن القانون المالية موضوع باعتباطات سياسية وليس اقتصادية أو نظرة استشرافية والحقيقة أن الشعب الجزائري متخوف من الآن الشعب الجزائري لا يثق في مذكرات معينة أو قوانين معينة أو أرقام معينة لأنه شفنا قبل سنوات وليست ببعيدة قبل سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات إلى الوراء كنا نسمع أرقاما فلكية ونسمع برامج كبيرة على الورق ولكن في تجسيدها على أرض الواقع أنت الآن تلاحظ أستاذ إسلام ما نحن عليه وما آلت إليه الجزائر بعد ممكن سنوات معينة نحن الآن أمام محكوة حتى لو احتياط الجزائر من الصرف يتآكل ويتهالك شيئا في شيئا هذا الشيء أيضا يأثر نوعا مع الاقتصاد ويأثر على القدرة الشرائية ويأدي الانخفاض القدرة الشرائية ويربك المواطن كل هذا لأنه تصريحات والنظارية شيء والواقع شيء آخر لابد من الذهاب إلى الحقيقة إلى الحقيقة ومصارحة الشعب ومكافشة الشعب والنهوض الحقيقي بالاقتصاد والاستثمار والابتعاد كل البعد عن البيروقراطية التي تعرفها الكثير من القطاعات أكيد خاصة المستثمرين ممكن أن أستاذ إسلام تابعنا قبل يومين أو ثلاثة أيام في إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر فيه الكثير من المستثمرين التي شيدت المصانع تاحهم والوحدات الإنتاجية ولكن تنتظر فقط ورقة رخصة الاستغلال في حين أنه منحت له قروض من البنوك ومنحت له جملة من تسهيلات في البداية والآن رخصة الأخيرة للتشغيل لازالت تنتظر ربما لحسابات معينة أو كذا لن يكون هذا إلا بالقضاء على البيروقراطية والتوجه للرقمانة لأن الرقمانة ستقلص بزاف عراقيل وتخلي المستثمرين تخلينا أن نكسبه بزاف خطوات عكس السعب نتمنى أن تكون سنة 2021 سنة مالية ناجعة وناجحة للجزائر ليس في ظل قانون مالية 2021 ولكن في ظل ربما قوانين أخرى استعجالية وخطط استعجالية استثمارية مناسبة تلبي طموحات الجزائر والجزائرية نتمنى ذلك إن شاء الله شكرا لك أستاذ إسلام شكرا على الدعوة مراتها أخر إذن مشاهدنا الكرام كان هذا جزء من نقاشنا حول قانون المالية للجزائر 2021 والذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في الأيام القليلة الماضية نلتقي مشاهدنا بعد الكاريكاتير موسيقى 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 إلى هنا مشاهدنا الكرام نأتي إلى نهاية لقاء اليوم وعدد اليوم برنامج عين على الصحافة لقاؤنا بكم يتجدد في الأسبوع القادم دومتم بخير وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى